1, 2, 3, etc. 100 des nombres positifs أي أعداد مجابة هاد الأعداد المجابة يمكن نكتبوها نكتبو معها إشارة زائد مثلا زائد واحد زائد اثنان زائد ثلاثة إلى آخره سواء كتبنا معها هاد الإشارة أو ما كتبناهاش معها فهي نفس الشيء كتبقى أعداد مجابة مثلا واحد يساوي زائد واحد هاد الأعداد المجابة عندها مقابل وهي أعداد سالبة مثلا واحد المقابل دياله هو ناقص واحد اثنان المقابل ديالها هو ناقص اثنان إلى آخره هاد الأعداد السالبة ضروري نكتبو معها إشارة ناقص لا يمكن كتبتوها بدون إشارة ناقص موى 1 موى 2 موى 3 أي الأعداد النسبية لنمبر بلي جران كزيران سو أبلي دي نمبر بوزيتف الأعداد التي هي أكبر من صفر تسمى أعداد موجابة دي نمبر بوزيتف نقدروا نكتبو هاد الأعداد الموجابة مع إشارة زائد مثلا نقدروا نكتبو زائد 0.5 زائد واحد زائد اثنان إلى آخره مع العلم سو أكتبنا هاد الأعداد الموجابة مع إشارة زائد أو بدون إشارة زائد مثلا واحد وسوي زائد واحد كذلك يوجد أعداد سالبة هاد الأعداد السالبة دائما كتكون معها إشارة ناقص يعني ضروري خاصة تكون معها دي الأعداد السالبة تكون معها إشارة ناقص نسمي الأعداد الصحية أعداد صحيحة نسبية إكزمبل موه 3 إشارة صندي نمبر أنتي رولاتف ناقص 3 و 100 هما أعداداني صحيحان نسبيان موه 5.3 إشارة صندي نمبر دي سيمون رولاتف ناقص 5.3 و 98.15 هما عدداني عشاريان نسبيان كي نوحد الملاحظة هامة كتقول كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشاري نسبي مثلا ناقص 3 و 100 هما عدداني صحيحاني نسبيان وكذلك عددان عشاريان نسبيان ولكن ناقص 5.3 و 98.15 هما عدداني عشاريان نسبيان فقط ما نقدرش نقول لهم عدداني صحيحاني نسبيان لدينا مستقيم مدرج وضعنا الصفر في وسط هذا المستقيم المدرج ثم كتبنا أعداد إيجابية وأعداد سلبية مثلا 0.5 و 1 إلى آخره كل الأعداد التي توجد على اليمين تسمى ناقص 0.5 و 1 إلى آخره تسمى ناقص 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 أي أعداد سالبة سنقوم بدراسة المسافة عدد عشاري نسبياني الصفر مثلا 0.c أبوغ أبسس بلس 1 سنقوم بتمثيل النقطة c التي أفصولها زائد واحد على المستقيم المدرج 0.e أبوغ أبسس موان دو النقطة e أفصولها هو ناقص اثنان سنقوم بتمثيل النقطة e على المستقيم المدرج وحد الملاحظة هامة خاصنا دائما نفرق ما بين المسافة وما بين الأفصول المسافة دائما تكون موجبة والأفصول يقدر يكون موجب ويقدر يكون سالب مثلا نعتبر أن هذا المستقيم المدرج أصله هو النقطة o والنقطة o أفصولها هو صفر مثلا المسافة من o إلى c هي واحد والمسافة من o إلى النقطة o هي اثنان علش درنا اثنان وما درناش ناقص اثنان لأن ناقص اثنان هو الأفصول ديانا النقطة o أما اثنان فهي المسافة من o إلى e والمسافة دائما تكون موجبة نتعرف على مقابل عدد عشاري ونشوفو إمتى كيكونو عددان متقابلان نوبر أوبوسي دو نوبر رولاتف صندية أوبوسي لسكيل أن ديسين كنترى لا پوزيتف لأخر نيغاتف إي دي ديستانس أزيرو إيغال نقول أن عددان نسبيان متقابلان إذا كانت لهما إشارتان مختلفتان أحدهما موجب والآخر سالب ولهما نفس المسافة عن الصفر مثلا العددان النسبيان ناقص ثلاثة وزائل ثلاثة هما عددان متقابلان دبان حاولون قارنوا بين الأعداد النسبية كمпарيزون دون نوبر غولاتف دون نوبر پوزيتف إبليغران ك دون نوبر نيغاتف كل عدد عشاري موجب هو أكبر من كل عدد عشاري سالب مثلا 2 إبليغران ك موان 3 العدد اثنان هو أكبر من ناقص ثلاثة لأن العدد اثنان هو موجب 0 إبليغران ك موان 15 نعتبر بأن العدد الصفر هو موجب يعني لذلك فهو أكبر من ناقص خمسة عشر 7 إبليغران ك موان 189 7 فهو أكبر من ناقص مئة وتسعة وتمانون لأن 7 موجب وناقص مئة وتسعة وتمانون سالب دبن حاولون قارنو بين عددين سالبين دو دو نوبر نيغاتف لذلك فهو أكبر من ناقص خمسة عشرية لأن العدد الصفر إذا كانوا عندنا عددين سالبين فالعدد الأكبر هو الأكبر هو الأكبر من ناقص خمسة إلى الصفر إكزمبل موان 1,5 إبليغران ك موان 3,5 ناقص 1.5 أكبر من ناقص 3.5 لماذا؟ لأن ناقص 1.5 هو أقرب إلى الصفر موان 1.570 إبليغران ك موان 3.75 ناقص 1.570 هو أكبر من ناقص 3.75 لأن ناقص 1.570 أقرب مسافة إلى الصفر من ناقص 3.75 موان 2.3 إبليغران ك موان 275 ناقص 2.3 أكبر من ناقص 275 لأن ناقص 2.3 هي أقرب مسافة إلى الصفر من ناقص 275 ندوز نشوف بعد التمارين نحاول نطبق عليها هاد الشي اللي قرينا إكزيرسيس كومبليتي آذيك بلس كو وموه كو هذه نحاول نكمل بأكبر من أو أصغر من لدينا العددان 23 وناقص 15 نحاول نقارن بيناتهم القاعدة يشكدون لنا كل عدد عشاري نسب موجب فهو أكبر من كل عدد عشاري نسب سالب 23 هي موجبة يعني هي أكبر من ناقص 15 التمرين الثاني العملية الثانية ناقص 4.1 قارن بينهو بن ناقص 4.3 هنا عددنا عددان سالبان القاعدة كتقول لنا إلا بغينا نقارن بين عددان سالبين فإن الأكبر أكبرهما هو أقرب مسافة إلى الصفر إذن ناقص 4.1 هي أكبر من ناقص 4.3 ثالثا نحاول أن نقارن بين العددين 15.8 وناقص 18.5 هنا القاعدة كتقول لنا كل عدد عشاري موجب فهو أكبر من كل عدد عشاري نسب سالب يعني 15.8 فهي عدد موجب وناقص 18.5 هي عدد سالب سالب ناقص 18.5 رابعا نحاول أن نقارن بين زائد سبعة فاصلة خمسة وسبعة فاصلة خمسة العدد الموجب سواء كتبنا معه إشارة الزائد أو كتبناه بدون إشارة الزائد فهو كيبقى موجب زائد سبعة فاصلة خمسة يساوي سبعة فاصلة خمسة كنت منى أني نكون أفضتكم في هذا الدرس أترككم في عاية الله وحفظي تلقى في فيديو جديد مع درس جديد إلى الليقة اشتركوا في القناة